لكنني أقول لك يا سيدي هؤلاء الأطفال الذين كثير منهم لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم ويقرؤون القرآن غدا طريا ويقتلون بهذا الإرهاب إذا لم يكن هذا إرهابا فأين الإرهاب يا أمة الدنيا لكن أقول إن في هذا بإذن الله خيرا كان الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله يذكر في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول قال كان بعض القادة يذكرون قالوا إذا حاصرنا حصنا وامتنع علينا وبقينا حتى كدنا أن نغادر الحصن وأن يتسلل إلينا اليأس فإذا سمعناهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم استبشرنا بالنصر لا يستبشرون بشكم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستبشرون بقرب النصر لأن الله منتقم بسرعة وعلى الفور ومحاسبة الله للمؤمنين وخاصة للعلماء الذين جعلناهم أئمة يُقْتَدَى بِهِمْ وَسِرْنَا مَعَهُمْ إِنْ سَارُوا يَمِينًا سِرْنَا يَمِينًا وَإِنْ سَارُوا شِمَالًا سِرْنَا شِمَالًا وَوَقَفْنَا مَعَهُمْ وَوَقَفْنَا مَعَهُمْ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةَ الْهُدَى يا سيدي كان الأوزاعي عليه رحمة الله كان الأوزاعي رحمة الله عليه وقد سأله أحد بني العباس عن قتله وإمعانه في قتل بني أمية قال ما تقول قال الأوزاعي كان عليك قال هذا للحاكم أو للأمير كان عليك أن تفي لهم بعهدهم عاهدهم ثم قتلهم قال كان عليك أن تفي لهم بعهدهم فغضب الأمير فخاف الأوزاعي الإمام المعروف فغضب الأمير فخاف الأوزاعي قال ثم تذكرت مقامي انظر ثم تذكرت مقامي عند ربي هذا الأوزاع يقول خفت بداية ثم تذكرت مقامي بين يدي ربي فجاءت الشجاعة والقوة واليقين والإيمان وجاءه طلب ما عند الله سبحانه وتعالى فقال يا أمير دماؤهم عليك حراب في البداية استعمل التورية ثم الآن بيّن له الحق واضحا قال دماؤهم عليك حرام فغضب الأمير قال الأوزاعي حتى ظننت أن رأسي سيسقط بين يدي ولم يخف الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا